السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو جديد. اليوم سوف نقوم بعمل معك للغاية للاسبوعين اربعة وخمسة في الوحدة الاولى. اسمتها ماروكان جيمونج. اذا قبل البداية اتمنى انكم تشتركوا في القناة حيث ان شاء الله سوف ننصب لكم اسبوعيا او كل مهم يعني كل 15 او كل اسبوعين سوف يتلقى واحد نص ديال للكتور والديالوج ديال كوميكاسون اي اكدو لانجاج بسرح ديال هوم وبالاجابات على الاسئلة. و راح كما تشوفوا سوف نكتب بالكورسيف يعني بدك الخط في حال باش كي يكتبوا الولادة الصغار. اللي يبغى مثلا ننقل الاجوبة لولادو يعني مثلا ملين وصلا مثلا اي سؤال ممكن انكم تحبسوا الفيديو حتى تنقلوا الجواب وتكملوا. اذا نبدأ على بركة الله. اذا العنوان ديال كوميكاسون اي اكدو لانجاج تاني. من بريزيدانت ديال اسوسياشون راكانت. رئيسة جمعية تحكي. رئيسة جمعيتين تحكي. اذا كما تشوفوا سوف نبدأ بالوبجيكتيف الهدف. اذا الهدف من هاد هوا هاد الهدف من هاد الديالوج هادا و من هاد كوميكاسون اي اكدو لانجاج. اذا اول حاجة سوف نديرها. سوف نحاول نجاوب عليه بعض الاسئله الثلاثة اللي عندنا دحت الصورة. انتراقا من الصورة واعتمادا على الصورة. اذا عاون لكوتي يعني قبل ما نسمعوا الديالوج. عادي ايجو ديكوفر. ولاحظوا واكتشف. عادي ايجو الاماج ايجو الاماج ايجو كيسييه. اذا لاحظ جيدا الصورة و نحاولو لعبو على الأسئلة. او سباس 7 سن? او سباس 7 سن؟ اذا اينا يعني هنا كايشولونا المكان اللي كن قد سورة هدي إذن cette scène se passe dans le centre de la jeunesse d'Azro cette scène se passe dans le centre de la jeunesse d'Azro إذن المكان هدن هو مركز شباب ديال Azro مركز شباب ديال Azro السؤال أثاني كي peuvent être les personnes que tu vois إذن هنا قليك في نظر كشكونا هما هدل أشخاص هدو اللي كنين سورة alors ces personnes peuvent être déresponsables يعني ممكن هدل أشخاص هدو يكونوا مسؤولين أو ديزنبت أو مدعوين avec ديجان ديسانت مع شباب اللي كرتادوا هدل المركز هدل المركز هدن سؤال التاليت دي قوى بوف تيل بارلي دي قوى بوف تيل بارلي إذن قال لك هدل أشخاص هدو حول ماذا ممكن يتكلموا حول أي موضوع إذن هنا فقط غنحطوا فرضيات حيطان كمسمان ديالوج ممكن نعطيه أجوبة اللي هي موثوقة إذن هنا أصلا التفل أو تلميذ مطالب أنه غير يعتبر رديات الرأي ديالوج أو التصور ديالوج انتلاقا من الصورة إذن يمكن تتكلموا عن أكسيفيتات ديالوج يعني ممكن أن هدل الأشخاص هدو يتكلموا حول الأنشطة اللي كيدير هاد المركز هدا ولا بخصون كي بغل بغل ديالما ولا مثلا ديك سيدة لها الميكرو كتتكلم ممكن أنها تكون كتتكلم على رلصة أو كتعرف برصة ديالس ديالس يعني هدو يبقى مجرد اقتراحات حتى نقراو لديالوج عاد نقدرو دي ساناتيو أجوبا مغادة أو موتوقة موتوقة وإنتلاقا من لديالوج إذن هدا هدا هو لديالوج قد نقراو قد نقراو في مرة الأول ومرة تانية مدن شرح visite de la présidente de l'association tous marocains et de partout au centre de jeunesse daz un jeune bonjour madame parlez nous de vous madame Sameni je suis madame Sameni Karima je suis présidente de l'association tous marocains et de partout un jeune comment a débuté votre travail dans l'association madame Sameni dès le premier jour de mon arrivée au siège de l'association j'ai fait la connaissance des membres de l'association ce jour là on a décidé d'organiser un événement sportif un jeune racontez-nous comment vous êtes devenu président de l'association madame Sameni au cours de l'année dernière pendant une de nos journées de travail je me suis présenté aux élections pour être membre du bureau de l'association après cela nous avons procédé au vote des membres du bureau et j'ai été nommée présidente un jeune qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour madame Sameni depuis cette date nous travaillons tous à être utiles pour tous les marocains du maroc et à l'étranger alors visite de la présidente de l'association tous marocains et de partout au centre de jeunesse d'azron et dans ziyar à cette jamellette qu'elle n'a margaribat et de partout et de partout et de jamell jihad jamell jihad et maroc de partout et sa margaribat le margaribat le quat le margaribat le margaribat qui s'éclenent le margaribat le jamell margaribat donc c'est la margaribat le margaribat le margaribat margaribat de l'azron alors un chab va se le bonjour madame à l'an s'é d' par l'an d' alors vous 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 تكلمي لنا عنك أو عرفي بنفسك يعني باشي عرفوا مع من كيدوي ولا شكون هالشخصية هذي اللي جاد عندهم ألو مادام الساماني عني تجاوب جسوي مادام ساماني كريمة أنا سيدة كريمة ساماني جسوي بخيزيدان دو لأسوسياشون توس ماروكا ايدو بارتو أنا رئيسة جمعية توس ماروكا ايدو بارتو شاب آخر غدت رح السؤال التالي كومو اديبوتي فوتو تخافي دو لأسوسياشون كيف بدأ عملكي مع هذه الجمعية إذن السيدة سوف تجيب دو لأسوسياشون منذ أول يوم من وصولي إلى مقر الجمعية جيفي لكونيسانس دي ممبر دو لأسوسياشون سجولة تعرفت على أعضاء الجمعية في هذا اليوم ونا ديسيدي دورغانيزي انفرمان سبورتيف وقررنا أن ننظم حدثا رياضيا إذن حشاب آخر غاليها راكونتينو كومن ووزيت دو لأسوسياشون هذه الجمعية لها من فضلك حكي لنا كيف أصبحت رائيسات الجمعية إذن سيدة سماني جاوبات وقرر دو لأسوسياشون في سنة الماضية وقرر دو لأسوسياشون دي ممبر دو لأسوسياشون دي جمعية شنو درتي شنو هما الأعمال والإنجازات اللي قمتوا بيهم إذن مادام سماني جاوبات دبي سيدة دات يعني من دو ذلك التاريخ نو ترافايون tous آآتر utili أو لأسوسياشون 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 إذن قالت له أنها من دو زعما توليها لدك المنصي فهم يعملون على جميع الأعمال أو الأحداث أو المشاريع اللي مفيدة سواء للمغاربة اللي سكني في المغرب أو المغربة اللي سكنين خارج المغرب إذن الآن بعد القراءة الديالوج نحاول نجاوب على هذه الأسئلة الثمانية هذه الأسئلة الثمانية الموجودة هنا لأن هذا سنجاوب عليهم في الفترة هذه لأسمعنا الديالوج نرى بالسؤال الأول إذن من هي مادام سماني؟ إذن من هي مادام سماني؟ وأين تقتن؟ أو أين تسكن؟ جاوب مادام سماني إي برزيدون دو لأسوسياشون توس ماروكين إي دو بارتو إي إل فيا لترانجي مادام سماني رئيسة جمعية توس ماروكين إي دو بارتو وطقتن في الخارج إذن هي سكنة خارج المغرب ما سكنة شو مغرب إذن السؤال الثاني أكي أغلتال أو؟ إذن مع من تتحدث وأين؟ إذن سيدة سماني تتكلم مع شباب شباب إذن الشاب الأول سألها إذن الشاب الأول طلب منها أنها تتكلم على نفسها أو تعرف برسها كسكو مادام سماني راكونت؟ إذن ما الذي تحكيه؟ مادام سماني مادام سماني راكونت كلي برزيدان دو لأسوسياشون توس ماروكين إي دو بارتو إذن هنا كتقول سيدة سماني اللي هي رئيسة جمعية توس ماروكين إي دو بارتو سانك خمسة كمبين ديفلمون أتل راكونت؟ إذن شحل دي الأحداث عودت شحل دي الأحداث عودت إذن سيدة سماني عودت ثلاث دي الأحداث باركوا بتون رمبلاسي راكونت نو إذن هنا بماذا نستطيع تعويد التعبير راكونت نو إحكي لنا إذن اون بو رمبلاسي راكونت نو بغدت نو وبين بارتاجي عفك نو إذن ممكن نعودو راكونت نو مثل في جملة ممكن نعودوها ب ديت نو إذن راكونت إحكي لنا ديت نو قولي لنا وبين بارتاجي عفك نو أو شاركي معنا أكل تنس سن كنجوغي لذي دون دون لذي ريبليك دو لذي دو دو لذي لذي إذن إذن نحن قليك في أي وقت أو في أي زمان تصرفو الأفعال اللي كتستعمل مادم سماني في الكلام ديالها إذن دون دو ريPLIQUE DE LA PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION LES VERBES SON CONJUGUES AU PASSÉ COMPOSÉ إذن L'ECLAM DIAL MADAME SAMANI L'AFAIL ISTAIMLET LES VERBES ISTAIMLET KULLOUM SARRAFIN FAIT LE PASSÉ COMPOSÉ Alors UTILIZE UNE AUTRE EXPRESSION POUR REMPLACER AU COUR AU COUR DOLANEE DERNIER إذن هنا GALLIK NCHAWLOU NISTENMULOU تعبير آخر من غير AUCOUR DOLANEE DERNIER يعني في السنة الماضية إذن غا نقدروا نعوده BENDON L'ANEE DERNIER TUTOLON DOLANEE DERNIER إذن هاد الهاد الاساليب كلهم عندهم نفس المعنى AUCOUR DOLANEE DERNIER HIA PENDON L'ANEE DERNIER HIA TUTOLON DOLANEE DERNIER إذن هنا غادي نمرو إلى الصفحة التانية إذن LA CLASS DE PALMIER ORGANIZE AN EXPO VONTE AU PROFIT DAN ORFOLINA إذن هنا هنا مطلوب واحد العمل باشي إن جزوه التالامين تاكلاس أورGANIZE AN EVERMENT AU PROFIT DAN ORFOLINA إذن قسمك قام بتنظيم واحد الحادث يطلب من التالاميذ أنهم يتقسمون مثلا هذا الجوج واحد الفئة غالي تعاود على تحضير الحادث واحد الفئة أخرى غالي تعاود لحادث كيفاش كيفاش داز وكان هنا واحد البوطة أورتي فيها مجموعة من للإكسبريسيون اللي ممكن يستعنوا بهم التالاميذ من أجل من أجل كتابة ما طلبة منهم إذن أنا كتبت لكم واحد الباراغراف اللي في هاد العمل كامل ممكن التالاميذ والولدكم يستعنوا به هي إما يخدوه وانت أو أنه يخدوه للإستئناس باش هما يديروا إنتاجس ديالهم يديروا تعبير كتابي ديالهم ألو هنا أفك نتخل مدرس مع المدرسة ديالنا نوز أفن ديسيدي دو أورغانيزي إوني إوني إكسبوزيشيون قررنا تنظيم واحد المعرض إكسبوزيشيون يعني معرض لبايع دو تحوو أورغانيزيك إدان معرض لبايع الأعمال الفانية pendant دو سمين يعني خلال أسبوعين 5 أمارات إموى خمس زمال وانا وانا معهم avons dessiné دو جولي تابلو إدان قمنا برسم لواحد جميل جيد دن الناس بابر الدو جميل آه بابر دو بابر دو 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 دم دو ام بابر دو دو دعو من خلال استعمال إعادة التدوير بدل من نلحو القرائي و الغرار في ذلك نحن نستعملهم و نقدمهم بشكل آخر إذن إعادة التدوير يعني لغو سيكلاج بعد ذلك عزيز أجد واحد لفش واحد المطبوع كبير واحد المطبوع اللي غادي يتعلق ذلك المطبوع اللي كي يتعلق اللي كيكون فيه مثلا المعلومات حول المناسبات و ذوك دوك هزيز مو إلزي بالمو اللي كان اللي كانت نضمو إذن هنا قلنا عزيز أكريباري بلا فش بغانونسي لجور دو لإكسポزيسيون إذن عزيز وجد لنا واحد لفش كبيرة جميلة جدا و فيها يعني بغانونسي لجور دو لإكسポزيسيون يعني فيها جميع التفاصيل متعلقة بالمعرض باش تعلق باش متلا الآخرين يشوفوها ويقرأوا ويعرفوا وقتاش غدي تكون الإكسポزيسيون وفين غد تكون يعني وقتاش غدي يكون المعرض وفين غدي يكون فريداء سلما انتامي ناجي عن كوان يعني فريداء و سلما مشاو نضمو وعادوا تنظيم وقدوا واحد الكوان واحد الركن دو لكوخ انصال الإكسポزيسيون إذن خداوا واحد الركن في الباحة الإستراحة أو الساحة باردون سبتا الساحة خداوا الساحة خداوا فيها واحد الركن قدوا هذا وورغانيزوه باش نو باش يكون على شكل مكان فين غدي تعرضوا ذوك اللواحات وذوك الأعمال اللي قاموا ذوك التلاميذ بتحضير ديالها واللي كما قلنا على حسب ما سابق المداخل ديالها غدي يمشيوا الهدا الخيرية على هذا ممكن الطفل انقلونيشان ممكن انه مثلا يبدل في شي حواج ولي يستعمل به باش هو يدر انتاج كتابي خاص به إذن هنا كنقول لكم شكرا جزيلا على الاهتمام ديالكم وعلى المشاهدة إلى الأخير كنتطلب منكم أنكم تتركوا في القناة وإن شاء الله فيما يكون شي ديالوج ديالك كمينيكا سويا دو لانجاج ونص ديال لك شو كنسير ديال ديال مقرر ديال ميزة بحون تيساج ون فون سي طبعة جديدة فغضي تلقاو عندي هنا في قناتي إن شاء الله وممكن اللي بغى مثلا شي دار سؤول لشي حاجة كن فوفولي ممكن أكتبوا لي فقط في التعليق وأنا نتمنى لكون عند حسن ضن ديالكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا